برضو الحاجات التدايق قوي على الفيسبوك كان فيه اعلان غريب كده يعني سيدة بتبيع جنين او بتبيع طفل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي اثار غضب واسع وتحركت على فكرة السلطات على الفور لمتابعة وضبط اطراف هذه الجريمة الاعلان كان نصه او الجريمة دي كان نصها نشرتها سيدة منتهى التبجح اسمها هانا محمد في محافظة اسكندرية على صفحة بتسمى تبنى طفل هي كتبة بالزبط كده لو في حد حابب يتبنى طفل هيتولد ان شاء الله كمان اسبوعين بالكتير والتبنى هيتم من خلال اب وام المولود التواصل على الخاص للجددين فقط ماش هي بتهزر ولا بتتكلم جد بس تهزر مرفوض وجد مرفوض والسلطات تحركت بالفعل علشان تضبط شركاء هذه الواقعة حتى لو كانت بتهرج ما فيش حد برضو بيهرج بالطريقة دي يعني احنا وصلين لمرحلة سيئة جدا 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 من استخدام الفيسبوك او حتى من طرق التفكير مرحلة سيئة جدا جدا من التعامل مع الاطفال على ان احنا نتعمل مع الاطفال دي كأنها يعني كأنها بتفهم ولا بتحس ولا اي حاجة السيدة اللي بتعمل حاجة زي كده يعني حتى لو انت كنت بتهزري او يعني او انت اصدق مثلا تعملي نكتة او اصدق ان انت تبقي مشهورة على الفيسبوك او الكلام ده انت بتعملي جريمة وبتعملي تصرف والكوت اللي انت حطتيها على الفيسبوك دي غير اخلاقية بالمرة ده كان اخر حاجة على الفيسبوك ولو سمحته قبل ما نروح للتقرير لما نيجي بس نشوف حاجات زي كده سواء الفيديو او الكلام او التويتات والحاجات اللي موجودة على الصفحات دي لو سمحته ما نعودش نساعد في انتشارها ونعمل لها شير كتير يعني احسن حاجة نقدر نعملها في الحاجات اللي نحس انها شكين فيها نبلغ على طول لو سمحته مقالجهات المختصة ما نعودش نساعده من هما يبقوا مشهورين ده يعني كان اخر حاجة حبينا نقولها لحضراتكم في فقرة السوشيال ميديا تعالوا نروح لتقرير